هلأ هون زي ما حكينا في عندي object الobject اسمه serial link او type serial link الinstance تبعته هون اسمها p560 هادا الobject فيه sub objects موجودة فيه بعرفين بسموها ايش sub objects انا رح سسميها object الobject هي عبارة عن link وبالحالي هاي فيه ستة منهم فلنك لحالها هي عبارة عن array من ست قطع مظبوط كل واحدة بتوصف ال link والبرامترات تبعتها من واحد لستة فالlink هي sub object او object جزء من ال serial link كل لنك من ال links فيه لها attribute ال attribute اسمه dyn dyn بوصف ال dynamics تبعت هاي ال link ال dynamics يعني بوصف ال mass بوصف ال center of mass بوصف ال inertia بوصف ال viscous friction وال dynamic friction الاخر خلنا نطلع هادول الارقام بعدين عشان نفهم شو هم اللي وجينا اطلعنا هادول الارقام من هون نطلعنا هن هلا اعطاني اول اشي اعطاني ثيتا اي ثيتا هون كيو فوها بولينها دي فيها زيرو وبي زيرو والفايلو قيمة ووفست ما في الفايلو مش هين قيمة هون الفايلو تتذكر كنا حكيان الفايلو او في عندي كمان هون والجوينت. اوكي? هذا ما فيش اشي جديد. احنا بنعرفه. هذا كنا نبني دال. بس هون عندي اشي الاضافة الجديدة اللي اجاد هي الماس. هلا هو معتبر هون الماس هلا هو معتبرها زيرو لانه ازا بتتذكروا اينا رفعنا الزيرو والواحد وخطناهم فوق فوق. فما فيش ماس تحت. لو نزلنا الهاي كان نضيف ماس. ما فيش الها ماس من هوا. آآ ار. اخبرنا اتذكر دار ايش هي. هلا هدو الكاتب هم معه ورا بنزلكم ياهم. ترتيب هلا الار. ها الار اللي هي اظن هي بالنسبة لهاي النقطة. لانه مكفيش احبت ماس خطيت ماس وحطينا وانه السنتر او ماس. فالسنتر او ماس سي او ام. بالحالة هاي زيرو زيرو زيرو. بعدين عندي اي. الاي عبارة عن ماتر. بس رح نشرحها بتفصيل اكتر. رح نحكي عن بتفصيل اكتر. هون مش رقم واحد زي ما انتم متعبدين. ايش الاي احنا بنسميها? بس اسمها العلمي. ايش وحدتها? بس هاي مكونة من ففيها اكس واي وزت واكس اكس اكس واي اخلي. رح احكي عنها. هاي توصف لي كل الانيرشة تبعت هذي اللي. لانه ان في عندي دوران. بعدين عندي جي ام. اللي هي الموتور انيرشة. هذا المحرك نفسه اللي موجود هون في الوانيرشة. داخل المحرك نفسه. مش اللي برا مش اللوذ الخارجي. هو نفسه المحرك لما تشتريه. رح يكون حاط لك في الانيرشة تبعت المحرك. فالمحرك لي معا انايرشة خاصة فيه. حوالين الجوين تبعت والريفلو الجوين تبعت. وفيه بي ام. شو بتتوقعوا بي ام. هاي بي هوني. بيسكس. بيسكس فريكشن. معطيني هون قيمتها. بعدين حاطت كمان هون هاي الكولوم فريكشن. الكولوم فريكشن امميز هو بين الفورورد والريفيرس. فازل نطلع على الكولوم فريكشن. رح نشوفكم هادي كيو. كيو سي بلس. هادي اسمها كيو سي بلس. وهي كيو سي مينس. الكيو سي بلس. الكيو سي مينس. هاي النقطة هي الديناميك فريكشن. ديناميك كولوم فريكشن. فهاي النقطة اللي موجودة هون هي كيو سي بلس. وهي النقطة اللي موجودة هون هي كيو سي. ماينس من هون. ليش ترتهر هون توصر هاي القيمة عند الزيرو. تذكروا الفرق بين استاتيك فريكشن والدانميك فريكشن بالكولوم فريكشن. في عند استاتيك فريكشن. اول ما باجه احرك الجسم وهو ساكن. فيه الو كوفيشن فريكشن اعلى من الدانميك فريكشن. بس يبدأ يتحرك بنزل لقيمة اقل. هالي هو اللي هي او مرات بسموها ستيكشن. بس احنا اللي مدخل هون هو اللي هي امتداء لهذا الخط. ازا ضفت عليه هذا الخط بصير شكله زي هيك. وهذا الخط بصير شكله زي هيك. وهذا السلوك اللي هون والسلوك اللي هون هو. اصار هون عبارة عن مضاف له شفت. والشفت هذا هو الكولوم فريكشن هو وجوه هاك اللي هو تي سي. بس تي سي بلس و تي سي ماينس ليش نفس الشيء? لا سبق معين معرفش. ايش العلاقة? ليش تي سي بلس ليش الكولوم فريكشن باتجاه مش مساوية للاتجاه الثاني. هذا بعطين يعمل من هون. واخر اي شي اظن هادي هي G هي مرجع ها للمحرك نفسه. المحرك نفسه فيه له غيري. حتى بالقلالة G وبالشرط انها تكون بالحالها هي مش مش رقم كابل. اه? فهي غيري رايش. هي بتشوف هناك فيه جزء من غيري اني يبين. بس مش كله. في بداخل المحرك نفسه كمان في غيري. فهاي ايش نعم? ايش تبتان? ما الهاش معنى هون الهذا يعني كنت اعتمد على او اشي. ما الهاش معنى يعني هي رقم اخر اشي تتذكروا اش هي? تذكرين على الزاوية. اللي هي فاتا وان وفاتا ماينس فاظل هدول هدول وضرب حد يضربها في تلات مية وستين على اثنين باي او في مية وتمانين على باي تعطيني الزاويتين لذبوت. اتنين باي اديش? او باي بلس باي اديش? ثري بوينت وان فور. فهاي اقل شوي من باي. اقل من مية وتمانين درجة. قم تطلع مية و. لو اخدنا في مية وتمانين على باي. ايش الغلط لانا عملتو? مية وتمانين. مية وتمانين. مية وتمانين. فايزا هاد هاي اي زاوية? تيتا وان. تروح ناقص مية وتستين زائد مية وتمانين. هدول هم الفرامترز. فالمفروض هدول الفرامترز اذا عندي ايوم لا اي لنك طبعا هذا نصر.